اشتركوا في القناة ان بالرحمة قدم مستوى كبير وان النادي يحتاج بالرحمة كثيرا حتى انه نسب له الفوز بتقديمه لتمريرتين حسيمتين لكنها كانت تصريحات مبطنة بالنقد كما فعل مويس دائما حين قال ان بالرحمة كان سيئا ووصف مستوى بالفقير في بعض المناطق من دون ان يحددها مدرب واستهام لا يشيد ببررحمة بشكل مطلق ابدا تصريحات مويس اثارت حافظة دارلوليس من موقع واستهام فان والذي قال ان مويس دائما ما ينقص من قيمة بالرحمة متسائلا لماذا لا تكون لماذا تكون عفوا تعليقات مويس السلبية فقط على بالرحمة وليس على كل اللاعبين دارلوليس قال ان ما يقوم به مويس غريب ويحيب وضوح انه ليس بحاجة لبالرحمة مضيفا ان ارقام الجزائري وان لم تكن باهرة الا انها ليست سيئة قلتها منذ فطرة مويس لا يحب بالرحمة ودائما ما يقلل من شأنه وها هم الانجليز يعترفون لمن شاهد لقاء غالطة صارعي وبزيكتاسيو امس يكون قد لاحظ خروج لعب الخضرصفيان في غولي بين الشوطين رغم انه كان احسن لاعبي فريقه خروج كان محيرا لكن مدرب النادي دومينيك تورينت طمأن الانصار بخصوصه تورينت قال ان في غولي كان مريضا حتى قبل اللقاء ولم يتمكن من انهاء اللقاء بنفس القوة لذلك قرر اخراجه ما يعني انه ليس مصاب وهو خبر جيد جدا للمنتخب تورينت وبصورة غير متعودة اشهد بفيغولي وقال ان خروجه سلم الوسط لبيزيكتاس صوفيان تلقى اشهدت كثيرة وكثيرة جدا لا يمكن حصرها لكنني اخترت تصريح المحلل التركي عثمان توروغلو الذي لخص كل شيء حين قال ان وسط ميدان غالطة صارعي بدون فيغولي لا يسوي اي شيء فيقول انتزع الاعجاب انتزاعا مع تعلق لاعبنا دائما ومن تركيا للبرتغال اسلام سلماني وكما شاهدتم يوم امس سجل هدفا في فوز فريقه بهدفين ضد موري رانسي اسلام انتزع الاعجاب هو الاخر ونال اشهد كبير من الاعلام البرتغالي بمختلف اطيافه صورة اسلام عادت ايضا لتتصدر واجهات اكبر صحف البرتغالية كما فعل صحيفة اعب بولا التي اشهدت بثنائية ادواردس وسلماني وهما بعفوا بالمناسبة سبقتين الشتاء صحيفة ريكورد الشهيرة ايضا اختارت هذه الصورة للثنائي وعنوان بارس شاهد هذين اللاعبين في اشارة للمستوى الكبير الذي قدمها ضد موري نانسي يوم امس صحيفة اوجوكو لم تشد عن القاعدة واختارت صورة لثنائي ولو ان سليماني يظهر من بعيد المهم انه يظهر ليس فقط قناعت بالماضي من تقف في وجه حماش للوصول للمنتخب لكن حظه العاثر ايضا تقارير برتغالية كشفت اليوم ان المتألق الجزائري اصيب وسيغيب لفترة لن تقل عن اربعة اسابيع وهذا بعد معاناته من اصابة على مستوى الفخذ حماش على حسابه الرسمي في انستجرام اعلن غيابه واكد الخبر وقال انه سيعمل على العودة اكثر قوة في المستقبل مضيفا انه حزين ايضا للغياب الذي سيمتد عفوا لقرابة الشهر من الان اصابة حماش في هذا الوقت يعني بصورة واضحة غيابه الرسمي عن تربص الخضر فحتى لو كان الناخب الوطني قد اختاره فان الاصابة وقفت في وجهه ليتأجل بذلك ظهور لتربص جوان المقبل ان شاء الله حماش كان مرشعا بقوة للظهور خاصة مع اصابات كل من فارس وعبدالوي وايضا بابتعاد شتي عن المنافسة مع الترجي هذا الاخير سيكون اذا بنسبة كبيرة في التربص لم يعد غيره منافسا لبن سبعيني يبدو ان ادارة توانتي الهولندي قد نجحت اخيرا في وضع حد للشائعات التي كثرت حول مستقبل الدولي الجزائري رامز العربز الروقي الصحفة الهولندية قالت اليوم ان النادي اتفق مع وكيل اعمال الجزائري على التجديد تقارير هولندية كشفت ان ادارة توانتي ووكيل اعمال رامز اتفقوا على تجديد تعاقد لغاية صيف 2025 اي باضافة عامين عن عقده السابق والذي كان سينتهي بنهاية الموسم المقبل من دون تطرق لأي تفاصيل مالية صحيفة توبانتية التي اوردت الخبر عززته بتصريحات للمدير الرياضي للنادي يان ستروة هذا الاخير قال ان النادي من خلال العقد الجديد يريد ان يكافئ الزروقي على كل ما قدمه طيلة السنوات الست الاخيرة ستروة وفي سؤاله عما اذا كانت ادارة توانتي ستبيع زروقي في حال حصلت على عرض كبير خاصة بعد تأمينه نفى الامر وقال ان الادارة ليست لديها اي نية لبيع اللاعب الجزائري واللاعب لن يرحل لا في الصيف المقبل ولا حتى في الموسم المقبل شخصيا لم اكن اتمنى ان يجدد الزروقي عقده اعتقد ان الصيف هو ابرز نقطة للعب في نادي اكبر خاصة انه قدم مستويات باهرة جدا طيلة الموسم الماضي والحالي رغم ذلك التجديد لا يعني البقاء لأطول فطرة توانتي نادي اقتصادي وسيبيع الجزائري في حال حصل على العرض كبير من دون مفاجأة تذكر ودع نادي بيرشوت الدوري البلجيكي الممتاز فبعد خسارته ضد جانت ومع تبقي ثلاث جولات سقط الفريق رسميا وحسابيا الامر بدون شك سيكون له تأثير مباشر على الدول الجزائري محمد رضا حليمية عقد حليمية مع ناديه ينتهي بنهاية المقسم المقبل وبدون شك لن يرضى باللعب في الدرجة الثانية حليمية يعتبر ربما من قلائل اللعبين الذين لم اتحدث عنهم كثيرا في القناة لكن بدون شك سيعود اسمه للظهور كثيرا مستقبلا تمنيتنا بالخير الاحليمية وكل ما هو جزائري في الاخير نصل لأخبار المنتخب وكما عودتكم ستكون مختصرة وسريعة البداية بتاريخ صدور القائمة بحسب الأخبار التي لدي بالماضي سيزدر قائمة يوم الجمعة في الصهرة إن شاء الله الناخب الوطني جمال بالماضي يرغب وبشدة في أعادة لعب بيرتن أربيون عدلا قد يرى بالماضي يرى أن قد يرى اللعب الوحيد القادر على شغل محور الوسط خاصة في لقاء الذهاب في دولة بالماضي تنقل لإنجلترا في الأيام الماضية من أجل لقاء قد يرى والتحدث معه وحتى معاينته أيضا عودة قد يرى لي زالت غير مؤكدة اللاعب يعاني من مشاكل عضلية بل قبلها لم يكن في حسابات الناخب الوطني منذ الإقصاء من الكان لكن الناخب الوطني وضعه في القائمة الموسعة ويفكر جديا في توجيه الدعوة له في القائمة النهائية لدي أخبار غير مؤكدة نسبة تأكيدها ربما تصل لتسعين في المائة تشير إلى أن لعب الترجي محمد الأمين توغاي لن يكون في القائمة النهائية لا أعلم السبب لكن الأخبار التي وصلتني تقول هذا في مقابل ذلك معوض توغاي عفوال سيكون لعب باربيك أحمد توبة توبة قدم مستوى كبير في الفترة الأخيرة وعودته كانت متوقعة سواء معه أو مكان توغاي القائمة ستضم لعب السد بغداد بونجاح رسميا تقارير إعلامية كشفت اليوم أنه تلقى صداءه بشكل رسمي الخبر أورده صحفي بيان عبد النصر البار أراجت أخبار مؤخرا أنه لن يكون متواجد بخصوص الأخبار الأخرى عن ناحب الوطني سينشط ندوة الصعفية يوم الأحد المقبل في المركز التقني في سيدو موسى ندوة ستكون لمناقشة قائمة بالماضي ولقاءات الكاميرون إلى هنا يكون عددنا للنهار اليوم قد انتهى نلتقي غدا إن شاء الله في عدد جديد السلام عليكم